اشتركوا في القناة قال الرب يسوع ايضا بالامثال يشبه ملكوت السماوات ملكا اقام عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فرفضوا ان يأتوا وعاد فارسل عبيدا اخرين قائلا قولوا للمدعوين ها انا قد اعددت وليمتي وذبحت ثيراني ومسمناتي وكل شيء معد تعالوا الى العرس ولكن المدعوين لم يكترثوا فمضوا واحد الى حقله واخروا الى تجارته والبقون قبضوا على عبيد الملك فاهانوهم وقتلوهم فغضب الملك وارسل جنوده فاهلك اولئك القتلة واحرق مدينتهم حينئذ قال لعبيده العرس معد ولكن المدعوين ما كانوا له اهلا فاذهبوا الى مفارق الطرق وادعوا الى العرس كل من تجدونه وخرج اولئك العبيد الى الطرق فجمعوا كل من وجدوا من اشرار وصالحين فامتلأت قاعة العرس بالمتكئين ودخل الملك لينظر المتكئين فرأى رجلا ليلبس حلة العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك حلة العرس فظل صامتا حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه واخرجوه الى الظلمة البرانية هناك يكون البكاء وصريف الاسنان لان المدعوين كثيرون اما المختارون فقليلون حقا والامان لجميعكم في انجيل اليوم انجيل اليوم السبت نسمع ونقرأ مثل الوليمة اكيد مثل الوليمة بيتكرر عدة مرات بالانجيل ولكن كل مرة يسوع لما بيكرر هالمثل بيعطي اضافة بنكهة مختلفة لان يسوع كل مرة بده يعلمنا تعنيم اضافة عن ملكوت السماوات اخوتي بدي اذكركم انه لما بتتعمدوا بيغيرولكن اهلكم وعربيكن طوبكن بيلبس المعمد طوب ابيض كانوا قديما هالطوب الابيض يدلوا يلبسوا المعمد هالطفل المعمد او لما كانوا يعمدوهن وكبار يلبسون هالطوب الابيض لمدة اسبوع والبعد منه لمدة 40 يوم هالطوب الابيض لما بيلبسوه كين بالمعمودية هو اللي بيس ملكوت الله هاللي بيس لازم يذكر انتقالك من جسد ولحم ودم لجسد روحي بيذكرك انه تكون على مستوى من تلبس على مستوى صورة الله يلي فيك انت بالمعمودية صرت مشروع عداسي مشروع لسكن الملكوت كلنا مدعوين اخوتي لملكوت الرب كل انسان ولكن المسيحي بخاصة بحكم المعمودية مدعو وبيعرف ولازم يتذكر انه اختيار اهله هو مصغير لأله وثبيته هو عم يكبر لازم يأهله انه يكون عم يلبس اختياره ودعوة الرب لأله للأداسي اكثر مننا بينسوا انه هن صورة الله العيشة الحية هن وجه يسوع اليومي بالمجتمع يلي هن عايشين فيه ها هي الدعوة الى الوليمة بنص اليوم انك انت تشارك الله ولهيته تشارك الله قديسته بيوميتك اليوم الان وهنا ما تفكر انه ما كانك محفوظ بملكوت الرب سواء لبيت دعوة الله لألك ام ما لبيت او ما كنت مسيحي ما تستغرب يوما ما اذا اعطي ملكوت الله لغيرك بشارط انه هالغير يلي عم يحضر حاله كن لبس لبس العرس يعني عرف كيف يخلص نفسه وكيف ينقى زيته على الطريق نحو الملكوت بيقول يسوع ملكوت الله يغتصب اغتصابا وبنص تين بالانجيل بيقول الحق اقول لكم العشارين والزواني يصبكونكم الى ملكوت الله وبيشرح بعدين بيقول لانهم امنوا وندموا كن حاضر حاضر لتنبيه دعوة الله لألك انك انت تتقدس وتقدس يلي حوالك هيك بتكون عم تلبس صوب العرس وبنفس الوقت عم بتخيط اصواب العرس للي حوالك كون مسيحي قدى ما بينفع ان تكون عم تربي ولاد مهزبين لكن ربي ولاد قدسين يكون قدى او ما تكون ونهاركم سعيد اشتركوا في القناة